هذا البرنامج برعاية موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم لتوقيت اللي احنا بنعيشه دلوقتي هو عصر مليء بالتحديات يعني نبقى نتكلم على ما يواجه العالم هتلاقي التغيرات المناخية هتلاقي الأمراض والأوبئة وجائحة كورونا كانت مثال قاسي على شعوب العالم زيادة السكان ده في حد زيادة وأيضا تحدي كبير بيواجه الحكومات لأن انت عندك غذاء يومي انت محتاج توفره محتاج تقضي على الجوع وعلى الفقر كل دي تحديات بتواجه هذه المرحلة استخدام العلم بأمر ضروري وفي عشان انت تقول انا عندي تحديات وتفضل تشتغل بالنمط القديم في الانتاج وفي الزراعة وفي الصناعة وفي التجارة حتى في التواصل والتعلم انت النهاردة المفروض ان انت بتحدث نفسك طبقا للمستجدات احنا شفنا على سبيل المثال رقمانة كل الخدمات في الدولة المصرية ما هو ده تحديث في مصطلح منظمة الزراعة والأغذية للأمم المتحدة الفاو الجوع الجوع مش معناه عدم وجود الغذاء لا ده كمان نوعية الغذاء نفسه المواطن ده بيأكل ايه ده بيعود عليه بالنفع وعلى صحته فالنهاردة انت عندك هدف كمان ان انت تنتج غذاء ويكون ليه مواصفات تتيح للبشرية مقاومات الحياة ترفع من كفاءة المناعة ده كله بيخلينا نتدور على البدائل نشوف ايه الجديد هل في تركيبة محصولية تتغير ملف مهم جدا وفي غاية الاهمية وخاصة في نظرة الموارد انت بتتكلم على حصتنا من مياه نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب سنويا 60% منهم للقطاع الزراعي فقط واحنا كده تحت خط الفقر المائي لان الزيادة السكانية بتلتهم كل ما يتم انتاجه النهاردة انا بيشرفني وجود الاستاذ الدكتورة وفاق عامر الاستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة وعضو الاتحاد العالمي لصون الطبيعة منورني يا دكتور اهلا حضرتك اهلا بيك العنوان ده جميل او اللقب الاتحاد العالمي لصون الطبيعة اكيد عايز اعرف اكتر عن الاتحاد ده ويعني ايه صون الطبيعة اوكي ده سؤال كويس صون الطبيعة هو الاتحاد احد اتحادات الامة المتحدة اللي بتهتم بالحفاظ على كل ما هو طبيعي بس بالمقدمة فيهم هي الانواع البيولوجية اذا كانت نباتات او عيوانات اللي جزء منها طبعا اكيد هو الجزء بتاع الحاجات الزراعية او اللي بتستخدم في الزراعة لكن الاتحاد العالمي اللي صون الطبيعة بيهتم بكل الانواع اللي موجودة على الكون من مفهوم من مفهوم العلماء بيسموه حاجة اسمها ديب ايكولوجي النظرة العميقة ليه؟ لان انا لو اهتميت فقط بالانواع اللي انا عارف استخدامها كده انا نظرتي قاصرة لازم احافظ على كل الانواع اللي ربنا خلقها علشان هي ليها استخدام بس انا لسه معرفتوش لان ربنا ما خلقش كل هذه الانواع هباء او من غير معرفة والامثلة كثيرة جدا جدا يعني فؤات من الاوقات على سبيل المثال كانت الدول كلها بتيجي على الاماكن اللي فيها بيسموها الويتلاند او المستنقعات وتبدأ تشيل الحشائش اللي فيها والغاب والبوس وإلى اخره وتعملها تحولها الاراضي زراعية اكتشفوا بعد كده ان هذه الويتلاند او المناطق الراطبة او الاراضي الراطبة دي حتة مهمة جدا جدا مش بس عشان هي مهبط للطيور العالمية ودي على مصار الطيور العالمية بتعشش فيها وبات فيها وإلى اخره الطيور المهاجرة لا كمان حديثا لقوا ربط شديد جدا جدا ما بينها وما بين الكلايميت اتشانج لقوا ان هذه المستنقعات هي بيسموها بتستخدم للكربون سيكوستيريشن يعني بتمتص كمية كبيرة جدا من الكربون دايوكسايد اللي موجود في الجو وبالتالي وبتنتج الكثير من الاسماك ومن الاشياء الاخرى فلقيناها بتدي خدمات بيئية اعلى بكثير جدا 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 مما كنا متوقعين لكن كانت الدول في الاول وبقالها اتفاقية اسمها اتفاقية رمصار والدول وقعت عليها بحيث انها تقدر تحافظ على هذه الاراضي الراطبة ده بس عشان حاطيك يعني في عجالة انه ايوة التحدي العالمي لسون الطبيعة هي المفروض المقصود منه انه بيحافظ على كل الانواع اللي موجودة في العالم علشان من مفهوم التنمية المستهدمة زي ما هنتكلم مع حضرتك بعد كده لكن عايز اقول لحضرتك قصة التحدي العالمي ده خلانا خل الناس كلها تبدأ تهتم بكل الانواع سواء كانت صغيرة او كبيرة وتبدأ الدول توقع على اتفاقيات في هذا المجال وده يمكن عدو في حاجة متخصص قوي اسمها سبيش الستجروب بيسموها الاقارب البرية للمحاصيل الاقارب البرية للمحاصيل المزروعة وده موضوع هام جدا جدا لكن للأسف لم يأخذ الاهتمام على مستوى الوطن العربي بعد الاقارب البرية للمحاصيل وده يعني الاقارب البرية للمحاصيل افهم منها انه في بعض المحاصيل الصحراوية اللي هي قريبة للمحاصيل الاستراتيجية تمام تمام ما اللي أنا بفهمت وهو ده المكنون او المخزون الجيني اللي بدأت الدول والعالم كله يدور عليه علشان استخدمه علشان احسن المحاصيل اللي انا عايزها ليه لقصة طويلة جدا لو حبيب حضرتك نبدأ فيها قصة الأقارب البرية للمحاصيل شوف حضرتك علشان انا بكلم من مفهوم بيئي وعلمي فخلينا نقول انه المحاصيل اللي الانسان استأنسها عمل فيها ايه خدها كمحصول صغير كده او محصول فريد لوحده زي الامحة او الشعير او القط وبدأ يعزله عن المحيط البيئي بتاعه ومحيطه من النباتات الاخرى ويحسنه ويطوره ويشتغل عليه في علم المفهوم الزراعي ده كلام جميل ده انا شلت منه الاعشاب وشلت منه الحاجات الغريبة وبكافحها وبرشها وانا سيبته عشان ينمو الواحده عشان اخد محصول لكن من مفهوم البيئة والايسو ان والوايلدو كريب ريتف قالك لا ده انت عزلته عن محيطه اللي زيه بعضه اللي كان منهم واقاربه البرية اللي كان هيدي يعمله بريدنج يعمله تلقيح وينتجه هجم من نفسهم طبيعيا تبقى قادرة على انها تتحمل الكلام التشينج الخارجي اللي جاي وكمان تتحمل وتقاوم الامراض اما لما انت عزلته فانت كأنك جبت بيبي صغير وروح تحطه في صندوق من الاكسجين بعيد عن كل حاجة يبقى ايه الكلام اللي هيحصله او ايه مستقبله اول ما ييجي ضربة كلايمت تشينج صغيرة زي ما بيحصل في الامحة دلوقتي اي معدل تغير في الكلامت تشينج تلاقي الامحة اول حاجة ضربت ليه لان تم الكثير عليه من التعديلات اللي دخلها الانسان ولم تتدخل فيها الطبيعة لان دايما الطبيعة هو ربنا خلق خلق من الهاير بلانت 250 الف نوع الانسان على مستوى العالم حطل زي ما بيقوله دايما اقول حطل بكل زكايا الانسان وكل تطوره حطل بيت كله في سلة واحدة يستخدم فقط من ال 250 الف نوع 12 نوع هما بيستخدمهم بالاساس عشان ياخد منهم 80% من الغذاء بل بالعكس من ال 12 نوع دول راح واخد 4 بيدوني 95% من الطاقة اللي هو الامحة والشغير والرز والدار اذا تخيل حضرتك دلوقتي وده كله راجع لنمط الغذاء فقط وراجع لنمط الغذاء هو ساب كل نمط قيمة الغذائية موجودة في 250 الف نوع اكيد طبعا وفي اية في القرآن بتقول ربنا ما خلقت هذا باطلا مش بس كده يعني انا عايز اقول لحضرتك انه من الدول الكثير من الدول الافريقية على سبيل المثال عندي طبقا الاحصائية الفاو في الربع الاخير من 2020 قالت ان انا عندي 34 دولة افريقية محتاجة الى معونة غذائية تمام طيب لما نيجي نشوف ان انا عندي في افريقيا الوحدها 3000 نوع موجودين متوطنين في هذه الدول والناس كلتهم قبل كده واستعملتهم لكن للحكومات خدت بالها من هذه الانواع تكترها وتبدأ تنميها وتعمل عليها الريسورج عشان الناس تكتفي من احتياجاتها وعلى فكرة احنا كمان ممكن نشوف نمط غذائي في دولة اخرى نبقى مستغربينه ان هو بيقولك بياكل المحصول ده بزرط احنا عندنا ما بيتكلش الفول البلدي عندنا فيه بعض الدول ما بتكلوش خليني اقول لحضرتك انه ده يعني سيدتك كنتم بتقول في تقديم حاجة مهمة جدا بتقول ان انا عندي كورونا الكورونا دي عملت ايه قفلت الحدود في وقت من الاوقات يعني ده معنى كده بيحط للدول والعالم كله انظار ان لم تبحث عن مصدر غذاء محلي وتبدأ تنمي فيه وتبدأ تتعامل معه علشان تقابل المشاكل المحتملة اللي جاية اذا كانت حروب اذا كانت ازمات مياه اذا كانت كورونا او مزيلتها اذا انت عندك الشعب هيجوع مش عايزة كلام اذا لازم ادور على البدائل المحلية اللي عندي وابدا اشتغل فيه وعلى فكرة عندنا بدائل محلية كثيرة عندنا بدائل لكن شو في العالم دلوقتي تخيل للعالم من غير امح ولما اكيد يحصل ديزاستر مش عايزة كلام لكن فين بدائل الامح العلماء بقى بيقولوا ايه بتوع البيئة يمكن عشان انا متخصصة في البيئة اكتر من الزراعة العلماء بتوع البيئة بيقولوا ايه بقى ودي دراسات معمولة بيقولوا انه العالم كله في الكلامات او التغيرات المناخية القادمة هتخلي احزمة المحاصيل تتغير بمعنى بمعنى انه المكان الحزام العالمي اللي كان بيطلع فيه الامح والشعير هيحصله شفت ناحية الشمال ويحل محله محاصيل اخرى تتحمل حرارة اكتر زي ايه زي الرز والدور يبقى ده معناه ان احنا لازم نخلي بالنا ان احنا نبدأ نشتغل على محاصيل بديلة وان الدول اللي معتمدة بالاساس على انتاج بعض المحاصيل زي الامحة تبدأ تفكر لانه الحر بيسحف الى الشمال يعني الحر بيجي من ناحية خط الاستواء ويتجه في الحزام يمشي لبقى ده اللي خلينا برضو انا اسف لو بقطعك بس كلامك مهم قوي خلينا نقول ان احنا التركيب المحصولات في مصر قد تتغير يعني اشجار الزيتون اللي بتعاني من المشاكل بسبب التغيرات المناخية اكيد هتدخل محافظات اخرى في مصر وفيه محاصيل زي المانجو فالنهار ده احنا الخط الاستوائي بنتحرك لان ده محاصيل استوائي صح كلام حضرتك مهم جدا انا بس عايز اقول معلومتين مهمين جدا جدا للاستادة المشاهدين والاستادة العاملين في مجال الزراعة للكلمة اللي حضرتك قلته دي انا لما جي عندي حر موجة حر في شهر مارس اللي فات ضربت لي المانجة وضربت لي الزتون كل ما عصر الزتون اقول لك ما عندي شيئا لي زتونية وكل الناس بتوع المانجة يقول لك المانجة ما جابتش وشوية الرمان خليني اقول لحضرتك هو ليه المانجة وليه الزتون المانجة لانه ده محصول مجلوب المنجة ليس مقرها مصر مش موطنها الأصلي مصر ده جالي من جنوب شرق أسري يبقى داية دينة معلومة للناس الزراعيين تقول أنه كل الأنواع المجلوبة هي هتبقى عرضة للتغيرات المناخية وهي أول المحاصيل اللي هتتضرب إذن لما جيب هجون من بره سواء أنا أزرعها لأي حاجة سواء كنت أزرعها لفكهة لزهور لنباتات طبية لأي محاصيل أي محصول أنا جايبهم من بره أخلي بالي أنه ده أول المحاصيل اللي هتتضرب تاني حاجة المحصول اللي هتضرب هو الزتون ليه الزتون؟ لأن الزتون مناخ بحر أبيض متوسط بيطلع في حوض البحر الأبيض المتوسط وأنا كنت لسه من شوية بقول لي سيادتك أستاذ سامح أنه مناخ البحر الأبيض المتوسط بيتحرق شمالا وبالتالي هيجي علي الحر اللي ما ينسبش الزتون والزتون يبقى بينفع كويس قوي في جنوب أوروبا وممكن بعد كده يتحرك إلى الشمال أكتر وده معلومة مهمة جدا بنقول فيها أنه الأنواع اللي كانت بتجود عندي في مناخ البحر الأبيض المتوسط همش هتجود في الأيام الجاية كمان الأنواع اللي كانت بزرعها زمان وكنت متأخلمة عليها زي الأمح والشعير لا هتبدأ بتديني إنتاجية قليلة صحيح أنا ببزل والزراعة وزارة الزراعة بتبزل مجهود والبحثين بيبزلوا مجهود لكن بزبط لكن خلي بالحضرتك خلي بالحضرتك أنا بستنتج سلالات وهجن من نفس القماشة من نفس القماشة من نفس القماشة وده خطر جدا أنا عندي يعني عفوا تمثيل خارج جدا أو مثال خارج جدا لموضوع الأمح اللي احنا بنشتغل فيه ده أنا ويكا إني ويكا إني جايبة بلوزة قديمة وقاعدة طول الوقت قاعدة بصلح فيها وبمنتش فيها وشيل بكم من هنا وحط الكولة من هنا وشيل زرار من هنا وحط لها حتة جديدة من هنا ده اللي أنا بعمله في الأمح طبعا يا فندم يا فندم العلماء يقول لك إن كل محصول أو كل نبات على الأرض له دورة عمرية أي بعد كده بيحصل له حاجة اسمها جينيتيك إيروجين جينيتيك إيروجين يعني إيه؟ يعني ينتهي من الطبيعة ويحصل له ديكلاين الأمح ده أنا عملت إيه؟ من أول ما استأنسه المصري القديم 3000 عام قبل الميلاد حصل إيه بقى؟ العالم كله خده المصري القديم استأنس الأمح والشعير وما زال يشتغل عليه طب ما خلاص ما هو تعب بس إحنا باللوقت عندنا انتجار تفعت يعني لو حضرت تشوف الأرداب تمام وفيدا بيجيب كم أرداب بقى من 22 وفيه ناس بتقول لك أنا جبت 38 و28 ده رائع لأنه إحنا بنشتغل عليه وبنزود الكرموسوم نمبر وبنعمل معالجات وغازة علشان يديني إنتاجية عالية بس ده مش معناه إنه هيقدر يقاوم التغيرات المناخية لأنه كل ما أنا عالجت وعدلت فيه الجينيتيك كونستيتوانت الأصلية بتاعته كل ما كان عرضه أكثر إنه يحصل له ديكلاين مع التغيرات المناخية لأنه فقد بيحصل له حاجة اسملة جينيتيك كونستيتوانت الأصلية بتاعته يمكن المستمعين اللي مش غدين بالهم من قصة الجينيتيك كوروجين ده خلينا نبص في التاريخ ونشوف كتير من النباتات والأحيوانات اللي انقرضت إنتهيه إنقدر انقرضت لإيه عشان ما قدرتش تقاوم أو تأدابت تتأقلم مع التغيرات المناخية هي دي النقطة اللي أنا عايز أقول فيها بس ده حصل مع المحاصيل الزراعية يعني كأنات الحاجة الكبرى الأحجامة الكبيرة حصل لها كده إنما زي ما حضركك ذكرت دلوقتي العالم كله مش في مصر بس بيشتغل عليها علمي يعني إحنا عشان يطلع صنف جديد مثلا من الأمح الباحث بيقعد من 13 سنة ل 15 سنة هو بيشتغل على الصنف ده لوحده فده مش هيبقى برضو نوع من أنواع النجاح والتغلب على هذه المشاكل أنا مع حضرتك أنا مع حضرتك تغلب لحد إمتى تغلب لحد إمتى هو ده السؤال اللي أنا بقوله تغلب لحد إمتى إحنا عندنا ومع الطيورات المناخية ومع زيادة عدد السكان على مستوى العالم بنقول إن إحنا فيه 20 35 عايزين 30% 35% على المستوى العالمي من زيادة الغذاء في 20 50 إحنا عايزين 60% زيادة عن الموجود دلوقتي بالرغب إن فيه تحديات ده بالرغب إن أنا عندي تغيرات مراخية زيادة سكانية وعندي أمراض وعندي زيادة سكانية وضعف فيه إنتاجات الأراضي الزرعية لأنها هيحصل وبليوشن تصحر في بعض الأمكة بالضبط ونقص مية وكل الكلام ده إذن إحنا عايزين نضاعف الإنتاجية هل يترى المحاصيل اللي عندي بالقدرة الإنتاجية اللي ماشي عليها دي هتقدر تعمل كل ده هتقدر تقاوم الطيورات المناخية اللي أنا مغيارة فيها ولعبة فيها حاجات كتير وعدلت فيها حاجات كتير ونقص المية والملوحة والرطوبة وضربات الموجات الحرة وموجات الندى وموجات السقيع اللي بدأت تيجي دلوقتي في أوقات غير معهودة غير معهودة هل هتقدر تقاوم كل هذا الكلام؟ لا العالم كله دلوقتي بيقول إحنا لازم نتجه إلى الأقارب البرية ونبدأ نشوف إيه اللي موجود منها وناخده نستقنسه وفي عندنا على فكرة يعني أنا لو حدك ما يعني الأقارب البرية للأمح لأن في بعض الأصناف في علماء بتاديوا يقولك لا ده لازم نتوسح في زراعتها وبتادي يحصل عليهم هجوم لا خالص إيه الموضوع بقى؟ مثلا لو جينا نتكلم على الأمح الأقارب البرية للأمح الشفان 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 حضرتك عارف إن الشفان إحنا بنجيبه دلوقتي بنستورده علشان نعمله نجيبه بسكوتس ونسوأ مصنع أو أمح الشفان وندخل في المكملات الغذائية ونخش في المكملات الغذائية وهو مهم جدا جدا وبيتعمل منه أنواع من العيش وكل حاجة والمكارونات وكل حاجة حضرتك عارف بقى إن الشفان ده بيطلع بري عندنا في مصر بري هو عايز مننا إيه؟ الدوء الزرع في أوروبا في الصحر كإعلامي إن النبات ده قادر على البقاء في أصعب الظروف بمفرده مش بس كده صح أعايز أقول لحضرتك مش بس كده وبيطلع في الصحر اللي واحده وبيطلع في البورسويل ده الفلاح عندنا عارف إنه لما بيزرع قمح والقمح يفوت منه أو يجيله أو يمرض أو يحصل عنده مشكلة أو ينقص مية بيطلع بدل وشوفان يعني البزور الضعيفة اللي بتبقى من بزور الشوفان اللي مختلطة بالقمح هي بيسموها الأفينة أو بيسموها الزمير هتلاقي الزمير ده طالع وميدي نمو جامد جدا وحل ما إذن ده أنا عندي محصول الزمير بيطلع فيه الشوفان هو الشوفان اسمه الزمير الشوفان الاسم العلمي الزمير ده اسم الفلاحين عارفينه باسم الزمير يعني ده هو الزمير اللي بيطلع في القمح هو بالضبط اللي احنا بنعود نكافحه ده هو اللي بنعود نكافحه ده ومش عايز يتكافح لأنه أولاً بيتحمل الحرارة بينمو في أراضي فقيرة مش بس كده أنه هو بيتحمل الدراوت المتحمل العاطش بالضبط أنه هو متحمل للعاطش بالضبط كده يفعل متحمل للملوح وإحنا بنستورده طب القصة عندنا إيه بلاش ده بلاش تشوفان إحنا دلوقتي مثلاً الدخن إحنا عندنا البني كامليسيا مثلاً اللي هو بيسموه الدخن المصري مش إحنا بدأنا نستورد الدخن ده ونجيبه وكتير من الدول الأفريقية ده اسمو بيتزرع في كينيا وبيتزرع في بوركينة وبيتزرع في أوروبا حتى اللي واحد بلساكنا بنستخدمه عندنا في الأعلاف أيوة ده بيتحمل منه أجود أنواع العيش أنا حيز أقول لما عليك الدخن دهنا بدخله في الأعلاف تمام بيتحمل منه ومزرعين بتصلوا بيه ويقولوا لأعزين نزرع دخن أيوة ده يدخل في صناعة العيش يا فندم بيتزرع الدخن ده علشان بيأخذوا الأخضر بتاعه ويأكلوا للمواش تمام إنما السنبولة بتاعته بتطلع أمح بتطلع حاجة زي الأمح يعني لكنها كور صغيرة كده زي الكينوة زي الكينوة بس بتبقى بيضة بيبقى حجمها أبيضة أنا عايز أقول لحضيك حاجة هذا النبات هذا النبات لو إحنا دخلناه مصر هو موجود عندنا ده أصله مصري عندنا وسبناه ليه وما اتمناش به بيه برضو ما عرفش لكن خلينا أقول لي معليك هذا النبات لما من كام سنة اكتشفت أنا أهميته إن بيضيع حموضة المعدة وللناس اللي بتتعالج من الأمراض والعزو بالله الكثيرة أمراض المعدة وأمراض السكر وأمراض الكنسر وإيه لأكله دايما عندهم الحموضة الزي ده يقول لك خد بس معلقتين من ده لإنه بيزود بيعاد الحموضة وبتاعت المعدة يعني إذن أكله إلسي جدا جدا وتعمل منه كل أنواع المأكلات خلينا أقول لحضرتك الدورة الرفيعة مثلا على سبيل المثال الدورة الرفيعة ده عندنا في مصر لقوه في النبطة في منطقة النبطة منطقة النبطة اللي هي قرب العوينات دلوقتي من سبعة ألف سنة كان محصول مصري رئيسي هل إحنا بنزرعه؟ لا ما بنزرعهش خلينا أقول لحضرتك حاجة فاني جدا على البدائل اللي إحنا مش متأمن بيها مصري كان فيها من زمان حاجة اسمه أحب العزيز الناس بتتعامل معه على استحياء كده وكلام كده خديته أسبانيا بتزرعه في حتة اسمها فالنسيا بتزرعه محصول ومسميه لوز الأرض حب العزيز لما حتى أسمع الاسم ومش عارفه إيه لغض دلوقتي ده عبارة عن نبات قصير جدا زي النجيل كده لكن لما حضرتك تسحبه من الأرض هيطلع عندك كور قد حجم اللوز وموجودة في الأرض حضرتك تاخدها هما بعملوا منه إيه بقى عملوا منه العيش وعملوا العيش بكل أنواعه عملوا منه مشروب اسمه الشوفة وسموه وسموه الغذاء المتكامل سموه سوبر فود وتشرب شب عصير حب العزيز مش بس كده عملوا حاجة زي جيربر لغذاء الأطفال وهو الغذاء المثالي لكبار السن والأطفال من غير أي حاجة يدوب بيطلعوه يتأشر بالمكان ويتطحن ويتعبى فيه إزازات أو يعني يتعمل مسرين يعني أقصد وحب العزيز ده لسه موجود عندنا في مصر لكن ما حدش يديه اهتمام وعلى فكرة بيباع كده مع الناس بتوع المش متمين في مولد في الناس اللي بيبعوا حب العزيز سواني كده توقفنا عند حب العزيز اللي أسبانيا خدته وعملت مني منتجات كتير جدا وسموه لوز الأرض نرجع لكم تاني بعد الفاصل برنامج برعاية مرحب بحضركم مرة أخرى وبجدد الترحب بالأساس الدكتورة وفاق عامر الأساس بكلية العلوم جامعة القاهرة وعضو الاتحاد العلمي لصون الطبيعة منورنا الدكتورة وفاق دكتورة وفاق طرحت موضوع ما كانش على بالي وهو موضوع جميل جدا كنت بسأله دايما بقول إحنا عندنا نباتات موجودة بيئتها صحراوية فهي قادرة تتكيف مع هذا الوضع وبتنتج هل ممكن نستفيد منها؟ النهاردة الدكتورة وفاق قالتلي لا في البدائل البرية للمحاصيل المختلفة وابتدينا نتكلم عنها وادتني أكتر من مثال جميل وتوقفنا عند حب العزيز حضركم تلقى أسبانيا خدته بالضبط وعملت عليه شغل كبير وعملت منه يعني عصائر أكل للأسفار وسمينه لوز الأرض ولوز الأرض كمان يعني مديال وقيمة غزائية وسمينه سوبر فوت كمان واتعمل منه عيش وعصائر وكل حاجة وإحنا عندنا الوقت وهو بيزرع على استحياء محصول عصير اسمه شوفة يعني أي حد بيسافر ألمانيا أكيد وفي فالنسيا تلاقي الناس طالعة من الأستاذ بتاخد الشوفة ده عصير آخر جمال يعني النبء في الفصل حتى قلتلي عايزة أتكلم عن النبء قبل ما أدخل في التنمية المستدمة النبء ده هي حاجة فاني شوية إن النبء ده إحنا شايفين إن ده محصول مش كويس أو يعني حاجة كده مهملة لحنا لما نعرف إنه رمسيس الثاني كان بيتعامله عيش مخصوص يحل بيه أو كيك يحل بيه بعد الأكل بتاعه من النبء وكان النبء ده بيسموه حتى بيسموه ديزرت أبل يعني طفاح الصحراء وتفاح الصحراء ده أو القيمة الغذائية اللي موجودة في النبء تعلو بكثير القيمة الغذائية اللي موجودة في التفاح العادي التفاح الأمريكاني أو التفاح البلدي يعني قيمته الغذائية أعلى بكتير بالإضافة إلى إنه بيطلع في الصحراء هل يا تارى إحنا نقدر نعمله برامج إكسار هتقول لي حضرتك هو فيديته إيه فيديته أولا أني لو أنا على الأقل على فكرة برضو هذه النباتات اللي منها سفرت أوروبا زي أسبانيا الصين اشتغلت عليه الهند اشتغلت عليه أسبانيا اشتغلت عليه خلوا حجم النبآية الوحدة عبارة عن بيسموها أبل سايز أو كبرت شوية وهي عندها شلف لايف تايم كبير تقدر تقعد على الرف كتير وتقدر ده من ناحية الغذاء يعني إذن الدولة عليها أنها تدور على المصادر الوراثية اللي عندها النباتية والحيوانية يعني إذا كنا بنتكلم على أهمية النباتات لأنه نبات زي النبء ده مثلا أنا ليه مزرعوش مثلا على جسور القنوات بتتربع عليه الناس كمان لما عملوا عليه تغذية للأرانب والأوراق بتاعته قدت انتاجية جميلة جدا جدا يعني إذن يقدر نعمله كفدر يقدر ناخد الاستمار بتاعته ونعملها دقيق ونعملها كيكس ونعملها معلبات ونعملها كذا كذا بالإضافة إلى كل ده هو نبات مش عايز مية هو نبات زيرو فايت زيرو فايت يعني إيه يعني نبات يقدر يعيش في أقل كمية من المطر وجدره هيضرب تحت رويته مرة واثنين أنا مش عايزة أرويه بعد كده لكن هل يا تارى إحنا زي الصين والهند الصين والهند عملوا فيه حاجات وفي عمان سلطنة عمان شفته بيجابوا أنواعه في الإمارات بدأوا يجيبوا الأنواع الكتيرة دي وعملوا منها جوجن عشان يحسنوا النوعية بتاعتها وهواء الأخر يعني طب ناخد من رمسيس التالت يعني ونقوله انت كنت بتعمل كده ليه هنا بقى أنا عايزة أشكر المهندس حتم الكومي رئيس مجلس دارة شركة الكومي جروب ده رجل محترم جدا الصراحة احتضن الأبحاث العلمية والخبرات والكفاءات اللي موجودة في مصر عندنا علماء الدكتورة وفاق بتكلم في علم مهم جدا وجابت لك الأصناف والسلالات والبدائل وممكن نعمل ايه وازاي نصنحها ودول العالم ودتنا نمازج لكن بقى لكم سنين مش لقيين اللي ياخد بأيكم أو يخرج البحث العلمي ده من الأدراج ويطبع على أرض الواقع ابتديتهم مع الكومي جروب مرحلة جميلة جدا حكيلي كده عن تجربتك والقطوات اللي بتشتغل عليها والله البشمانس حاتم والكومي جروب بالذات هي مجموعة متميزة عن غيرها الصراحة يعني يمكن أما شو تشوف مستثمر دي جديدة علي أنك تشوف مستثمر بيلقط الأفكار الجديدة وعايز يطبقها ويتحمس ليها يعني خلينا أقول لحضرتك يمكن أنا لما قلت سيادته أنه عندي أنا عايزين نزرع شوفان قال لي آه أنا موافق إحنا هنخصص حتة وأنا نزلت بنفسي وجمعت بزور الشوفان وموجودة عندنا في المخازم بتاعة الكومي لحد ما يجي وقت زراعة الأمح والشعير نزرعه يمكن على اللي خلانا نقول الشوفان البيونيكام برضو حابب جدا أنه هو يجرب قصة البيونيكام ويزرع بيونيكام كمحصول على فيه ليه كمان لأنه من الأفكار الجميلة جدا اللي هو عايز يطلع بيها أنه يطلع للصحر ويمكن برضو من الأماكن الوعيدة اللي واخدها واخد مساحة في الفرفرة ربنا يبارك له بدأ يشتغل بالفكر المتكامل كنت دايما نقرأ قصة الانتجريت دووتر منيجبنت اللي هي الإدارة المتكاملة للميا وعلى أرض الواقع هو مين اللي بيطبق قصة الإدارة الإدارة المتكاملة للميا دي يمكن لقيت عند المتحاتم أنه هو عامل فكري جميل جدا أنه يزرع التحالب لسبيرولينا وعلى فكرة هو رائد في هذا الموضوع واشتغل وطور واحتضن الكثير من التجارب وصرف كتير الصراحة عشان الحق يتقال غزاء المستقبل غزاء المستقبل لا محالة أولا هو تحلب لكنه تحلب يستغل المياه يستخدم المياه ولا يستهلكها يستخدم المياه ولا يستهلكها وبالتالي بيقدر يديني كم من الانتاج الكثير جدا جدا في فترة قليلة جدا من الزمن القيمة الغزائية عالية لا محالة ده غزاء رواد الفضاء يعني متكامل قيمة غزائية أولا القيمة التصديرية والغزائية بتاعته مطلوبة جدا 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 مطلوبة جدا على مستوى العالم يمكن العلماء يا فندم بيبصوا على قصة الالجي دي على إنها غزاء المستقبل وهنا ها قفصلنا كده يعني مع الاحترام للكومي جروب والجروب العالم بيفكر بيقول إيه دلوقتي وأنا كتبت مقالة مرة في 2002 في القرام كتبت لماذا لا نزرع نستزرع البحار لماذا لا نستزرع البحار إذا كنا احنا عندنا نقص في المياه وعندنا مشاكل في الطلوع للصحراء طيب ما احنا نقدر نزرع الالجي اللي موجودة في البحر دي لإن قيمتها الغزائية عالية جدا 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 وبالتالي من الكوروليلا والسبيرولينا والدونينيلا وكل هذه الطحالب والأولفا والدكتيوتا لما تيجي حضرتك حتى تبص على آزافوتسابليمنت أو إقراس هي بس هذه الطحالب بتتجاب وبتطحن وبتدفع باع في كابسولات الميت كابسولة ب350 دولار مثلا على سبيل المسال من بعض الأنواع إذن هي قيمة مطلوبة مطلوبة إمتى بقى حضرتك أهمية استزرع الطحالب مش بس إنه قيمة غزائية وليها قيمة تصدرية جميلة جدا وإلى آخره هو غزاء المستقبل لأنه أنت متوقع إن يحصل لا قدر الله عندي مثلا سورتش في الفيرشوتر يبقى أنت ساعتها تعمل إيه عندك مياه ملحة ما عندكش محاصيل تقليدية تقدر تعيش عندي طحالب لأنه الفرض الكبير لو خد 100 جرام في اليوم أو 200 جرام من تحرب السبيرولينا هو شبع طول اليوم 100 جرام بس العلماء الفضاء كانوا بيطلعوا بيتغزوا بالتابلت تابلت من هذه الأنواع من الكوروليلا والسبيرولينا ياخدوها هذا تابلت وبالتالي هو خد كل القيمة الغذائية هو ما كانش عنده أي مشاكل خالص في الفضلات اللي في المعدة والآخره وبالتالي فيعني سعيدة جدا جدا بهذه التجربة بس عايزة أوقف عند حضرتك على أكمل لك قصة الانتجريتد ووتر بانيجمنت اللي تبناها حاتم بي إنه هو قال إيه أنا عندي طحالب أنا بنميها والمية موجودة عندي المية اللي خارجة من الطحالب دي هنعمل بيها إيه هنعمل بيها إيه نربي عليها بط أو نربي عليها سمك هو تبنى فكرة إنه هو يربي عليها السمك لإنه البقايا الطحلوبية دي هيتغز عليها السمك والجنباري يعني هي بدل هنا إحنا بنعمل عملين في نفس الوقت بنعمل عملين إن أنا بغزي الجنباري أو بغزي السمك على حاجة حية جميلة رخيصة التمن فبقلل التكلفة هي أورجانيك فما بزودش مواد صناعية فبقلل السمك أو الجنباري هلسي جدا جدا طب خلينا نقف عند كده وهاخد بقى المية بقى من بعد الجنباري ومن بعد السمك هلاقي فيها نيوترينت كتيرة النيوترينت كتيرة دي أو المواد المخصبة دي هي جاية من جزء من السمك جزء من الجنباري جزء من التحالب نفسها بياخدها علشان هنروب بيها الأرض بقى نزرع بيها المحاصيل العادية يبقى أنا برضو حملت كده أنا زودت مواد نيتروزينية وزودت مواد أورجانيك غزة الأرض وعشان كده هو التريند بتاعه هو مساجل ما شاء الله معظم الأرض بتاعته أورجانيك علشان يبقى أنا ما عنديش عنده حاجة سمعتها منه الصراحة يعني أرجو أنه سامحني أن أنا يعني بكلم كتير عنه دايما يقول أنا عايز أنزل بالأكل الأورجانيك أنه يبقى رخيص في متناول يدي الجميع وده تحدي بس لو أنا دورة المية أو دورة الزراعة دي أن أنا بوفر مخصبات بوفر كيمويات ما بشتريهاش وبأخذ المخلفات بتاعت الاسبيرولينا والسمك أو الجنباري أغز بيها الأرض فأنا بوفر مخصبات بدي حاجة هلسي للناس تقولها كل ده الكلام ده وبعدين دي كلها نواتك كمان بتبقى بدون أي تكلفة بزبط يا فندم يعني أنا الأساسي عندي تحارب الاسبيرولينا بزبط إنت دي تأخذ منها أغزي السمك والجنباري فأنا ما صرفتش أعلاف أو أقللت نسبة الأعلاف أقللت ما أحنا مش ممكن نمنع أقللت أقللت تمام حاجة بعد كده كمان المية اللي موجودة دي أسمدة طبيعية ما فاش أي مواد كيميائية بحطة للمحاصيل أو للنباتات الطبية أو للنباتات الطبية فأنا يعني عملت حاجة اسمها Integrated Water Management بحيث في الآخر يبقى أنا عندي Zero West عندي Zero West من المخلفات عندي أقلل استهلاك الكيميائيات أعمل حاجة اسمها Healthy Food وقصة Healthy Food دي قصة يعني شديدة جدا يعني العالم حتى بيتكلم دلوقتي بقول إيه أأكل الناس غزاء من المعدل وراثيا ولا سيبهم يجوع ويموتوا أنا ويكا إني باتكلم وبقول إيه تحب تموت ببطء ولا تحب تموت على طول وكده كده هيموت كده كده هيمرض ويموت يعني لما تشوف حضرتك يعني عايزة توضحي إن ما يشفعش إن أنا أقولك أنت مضطر إن أنت تاكل ده بظبط لأ أنا عندي البدائل الطبيعية اللي أزود بها إنتاجي وعندي كمان فيه مشكلة هتقابلكو أكيد فكرتوا فيها تغيير النمط الغذائي إن أنا أقدم للمستهلك حاجة جديدة وعرفوا بيها وأنا عرف إن أنتم الزراعة بيكملها بعد كده صناعة الموضوع مش إن أنا بنتك بس بالظبط بالظبط قصة التصنيع ده يمكن لما جيه حتم بيه وقال لي أيوة إحنا عايزين نعمل جزء من السوفان لما أنا قلت المعليه إنه لأ إحنا ليه نستورة السوفان ده السوفان ده أرضه عندنا ده أرضه عندنا ده محصول المستقبل ده هو محصول هو أصلاً هيتلع الواحدة في الصحراء لأنه دي بيئاته وقلت له إن أنا عندي شعير بري موجود أنا عندي شعير بري فعلاً موجود في الصحراءات المصرية وبيطلع والشعير ده أنا هاخده وهزرعه في الصحراء وبيتحمل الملوحة جداً جداً وبرضه بإذن الله بصدد إن إحنا نعمل رحلات في وقت تجميع الشعير ده ونجمعه ونبدأ نزرعه هذه المحاصيل الهمة جداً جداً هتكمل إمتى يا فندم؟ هتكمل لما أنا آخذ البيونيكام ده اللي طالع في أرض جيدة وببدأ أغزيه للمعز اللي موجودة من مثلاً لو أنا هزرع في الفرفرة يبقى ماعز من منطقة الفرفرة هاجي المعز متوطنة على المكان هيبقى أنا هاخد لحوم جيدة ما فيهاش أي مواد ملووسة هي لحوم متوافقة مع الطبيعة الإنسان يقدر يأكل أكل سليم صحياً بدل ما يأكل واجبة وتبقى بالنسبة له في معدته حاجات مش كويسة وحضرتك عارف إنه كترة الأكل وكترة الكيمويات اللي احنا بنأكلها دي الوقتي خلت كتير من كبد المصريين وكل المصريين بندفع تمانها غالي ويمكن أنا ليه مقولة قلتها في يوم الأيام وما زلت بقولها قلت إذا كنا احنا عايشين على أربعة في المية أو خمسة في المية من مساحة مصر إحنا لازم دلوقتي لازم نسيب المساحة دي غصب عننا لازم نسيبها وبرضانا لازم نسيبها وبالعلم لازم نسيبها ليه؟ عشان نعمر الدنيا وعشان نعيش مسترياحين وعشان نستفيد من الخير الموجود وعايز أقول لحضرتك من الناحية البيئية لو حضرتك فكرت كويس معايا ومع السادة المستمعين وشافوا إنه اللي أربعة في المية أو واد النيل والدلتة إحنا بنزرعهم من إمتى؟ بنزرعهم من إمتى؟ كم المخصبات وكم المبيدات اللي اتحطت في هذه الأرض قد إيه؟ وهل يا ترى منها قد إيه بييجي على مع النباتات اللي إحنا بنكلها؟ يعني المخصبات والأدوية والكيمويات كلها اللي اتحطت في التربة دي تفعلت مع بعضها إدتني إيه؟ إدتني إيه؟ أنا مش عارفة اتحللت مع بعضها وإدتني إيه؟ أنا مش عارفة حيستلزم بقى حضرك ثواني عشان معني على الهاتف المهندس حاتم الكومي رئيس مجلس دار شركة الكومي جروب برحب حضركك مش مهندس أنا مش ستسامح كان نفسنا تبقى موجود معنا النهاردة بس عارف ارتبطات حضرتك الدكتورة وفاق كلمتني عن مشاريع جميلة جدا والاستفادة من الأسبريولينا ودخول نواتج هذه المياه من استزراع الأسبريولينا لتخزية السمك والجنباري وبعد كده بناخد المياه من خاصة بالأرض الزراعية بس هيا كلمتني عن ملف جميل وجديد بشعير البري والشوفان ناوي تعمل فيهم إيه؟ بشمهندس حاتم تمامي طبعا كل ما هو سوبرفود هو داخل في تالة اهتمامنا وهم نديجة طبيعة بينشاوه في الطبيعة المصرية وفي نفس الوقت المناطق اللي هي بتعاني من اتفاع نسبة المروحة ممكن نتوسع فيها في انتك الشعير وانتك الشعير والشوفان ليست نباتات او محاصين اللي على فلحيونات لدي ممكن تبقى داخلها في مجال التغذية المشارية وهي بمجال سوبرفود فإن شاء الله احنا نتوسع بهم على نطق واسع في منطقة المغرة بإذن الله بإذن الله المغرة دي مثال بس أنا عارف ان انتم دلوقتي ابتديتم تتوسعوا الوادي الجديد اخبروا ايه؟ سعيد مصر خاصة الحضرك شاف ان فيه اهتمام من الدولة من السادة رئيس عبدالفتاح السيسي بسعيد مصر وبه الاراضي الجديدة اه انا بستغل الفرصة دي وبضع عضلك ان ان شاء الله في يوم 25 يناير ان شاء الله نصور حلقة في الموقع نفسه وحشوف حوالك حجم الانجاز اللي تم احنا استدمنا الارض بعقوة رسمية يوم 12-8 فبعد مرور اربع شهور بفضل الله فيه حوالي 500 فدان تم استصلحهم تم حفر اتنين ابار وفيه اربع ابار حاليا جالي حفرهم فالحمد لله معادل الانجاز هو اصرع من اي معدل تم في اي مشروع بالحمد لله ده فين يا فندم مكانه فين المشروع الفرافرة يا فندم في الفرافرة ده شيء جميل جدا ناويين تزرعهم ايه هو طبعا نباتات طبية في المقام الاول نباتات طبية بغرض الحصول على الدك زيود بنقاء وجودة عالية بالنطفة طبعا ان النخيل بنسبانا هو مشروع استراتيجي وامل قومي ففيه هتكون تقريبا نص المساحات هتكون مزروعة نخيل والنص الاخر هي عشابة طبية باذن الله شفت لحضرتك نشاط جميل جدا مع التعاون الدولي وده مهم اول مصر في هذه المرحلة كلمني على اخر بروتوكول لانه هو بروتوكول مهم جدا بالنسبة لنا كاقتصاد وزراعة احنا تعقضنا مع احد الشركات الماليزية لقامة مفرخ الانتكال جمبالي المياه العزبة ارغلت من المفرخ وتوفير زريعة الجمبالي المياه العزبة للمزارع المصرية والمزارع الموجودة في افريقيا لان كان الشركة الماليزية كانت بتلاقي صعوبة في تلبية حتياجاتها لافريقيا اعترابات الامتجالة من افريقيا اعتمد اتفاع على قامة المفرخ في مصر ويكون انطلاق وتوزيع لهذا النوع من الانواع الجمبالي على مستوى افريقيا يعني خطوة جيدة جدا انا بشكر حضرتك وصدقني انا دايما بكون باجري عشان الانجازات اللي بتتم على ارض الواقع والدكتورة وفاق من وراني هنا قالتلي على اسرار جميلة جدا موجودة في الطبيعة المصرية اتمنى ان احنا في الفترة القادمة نبتدي نطبق البحث العلمي بصورة اكبر باذن الله نشعر ان ده من فلسفة الشركة هو تطبيق البحث العلمي واخراجه من ناحية الاكديمية رواقع عملي وتطبيق كل المعايير اللي حفاظ على البيئة وتطبيق الزراع الأضوية ومفهوم التنمية المسلامة بشكر حضرك شكرا جزيلا مهندس حاتم الكومي رئيس مجلس ادارة شركة الكومي جروب يعني يا دكتورة وفاق انتم دلوقتي توسعتم كمان في الاماكن يعني احنا بتدينا زراعة التحارب في مزراع في ابو غالب دلوقتي انا سامع الواد الجديد وصعيد مصر والفرفرفة ده كله هيديك الفرصة ان انت تشوفي الابحاث العلمية اللي بقالك سنين بتجري وراها الحلم 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 عارف حضرتك انه تحس ان انت قاعد بتاخد حاجات بتجيبها من بره وبتجربها عندك زي الكنوة مثلا حضرك عارف ان احنا عندنا كنوة مصرية ليه فيه هجوم دايما على الكنوة او مميزات الكنوة من وجهة نظرك بقى العلمية شوف هو مشكلته ان فيه مادة زي الصابونين كده او مادة سامة فلازم يتغسل الاول وقصة لكنه خليني اقول لحضرتك انا هجومي عليه او انا مش بهجم عليه انا بس عايز اقول لكل الناس يا اصديتنا يا بتوع الزراعة او اللي ممارسين لزراعة على الارض الواقع من فضلك ما تلجأش انك تجيب سواء كان نبات او حيوان او نوع من الاسماك من بره الا لما تبص على المصادر المحلية اللي عندك وتدور عليها وتشوفها يعني مثلا لما كان حضرتك من شوية كنت بتقول لي التنمية المستدامة التنمية المستدامة يا فندم لما جوم فيها جوهانس بيرج في الارث سومة 1 او في الارث سومة 2 اللي هو قمة الارض 2 اتفقوا على حاجة كده اسمها ايه لازم نعمل تنمية مستدامة ايه هي التنمية المستدامة انك تجيب الحاجات اللي عندك تجيب الحاجات اللي عندك وتنميها تستخدمها لرفاهية الاجيال اللي موجودة دلوقتي وتحافظ منها وتحافظ على بقية جزء منها للاجيال القادمة خليني بس أقول لحضرتك كده في سؤال عرضي هل إحنا عملنا كده في مصر عملنا كده في أي دولة عربية هل إحنا دورنا على الأنواع من الأبقار ولا الأنواع من الأغنام ولا الأنواع اللي موجودة عندنا لا إحنا اللي حصل عندنا مثلا عندك الجموس المصري إيطاليا خدته اشتغلت عليه بقى فيه الجموس الإيطالي اللي هو المصري وأنواع والماعز الزرايبي والماعز النوبي المعز النوبي اتخذت في أسبانيا واتخذت في أمريكا خليني أقول طب إحنا عملنا كده عشان بس عفوا لما نيجي نتكلم على كلمة ساستينبول ديفلومنت عفوا الناس بتسطح الكلمة هل إحنا عملنا كده في الأنواع الداجينة اللي موجودة عندي في مصر اشتغلنا على الرغم البلدي والكذا وكذا وكذا محتاج القطاع الخاص كمان يدخل معنا يعني مثلا الكومي جروب أو دواجه الحكومة النهاردة عشان نيجي نتكلم على ملف الدواجة ده ملف ده يحتاج ملايين للملايين واسنين طويلة لو كنا تدين فيه من زمان كنا نجحنا لكن أنا يعني انصفا للحق احنا عندنا لأ أبحاث بين مركز المحوظة الزراعية على السلالات المصرية الأصيلة بس اللي أنا عايز أقوله انت مثلا بتستورد البيضة أو الدجاجة أو الكاتكوت من الخارج انت عارف ان ده معك تلوج يعني الشركة اللي انت جيت وقيت لك ده هيكل قد كذا لبرامج إضاءة وإصلام اللي متحصن فما تحصنوش ده اللي احنا محتاجينه نموذج الكومي جروب في القطاع الزراعي ندخل كمان في الانتاج الحيواني يبقى فيه توسع للأنشطة اللي احنا بنمرس وأظن يعني الفترة اللي احنا فيها دي أنا دايما بقول برغم كل هذه التحديات هذا هو العصر الزهبي للقطاع الزراعي ليه؟ لأن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بنفسه بيتابع هذا الملف لما نيجي نقول البرنامج الوطني لإنتاج تقوى الخضر وهو ده احنا اتأخذ فيه من سنين وبنستونت بملايين الدولارات تقاوي كنا مستنين القرار ده فعلا ومستنين المتابعة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وده تحقق فعندنا كمان النهاردة الدكتورة وفاق لفتت الانتباه مشلية لكل علماءنا وأكيد حضراتكم عارفين الكلام ده وعارفين أن ده كلام علمي موثق البدائل البرية للمحاصيل أنت عندك بدائل كتيرة جدا مفروض أن أنت حتى هقولك ابتدي عليها كبحث علمي وابتدي عمل مشاريع بحسية وزراعية عشان نبقى عملنا حاجة الوقت بيجري وانت واقف مكانك لا احنا عايزين نستغل للفرصة عايز من حضرتك كلمة أخيرة في الدكايق الفضل عن الزراعة احنا لسا ما تكلمنا لا احنا لازم نلتقى كلمة ان شاء الله أنا بس عايزة أقول لحضرتك الرسالة المهمة احنا مش ممكن نبدأ نتعامل في الزراعة المصرية بنفس الفكر اللي اتعاملنا معاه قبل كده الانواع ربنا خلق الانواع النباتية والحيوانية اللي موجودة في كل مكان متأقلمة على البيئة ومتأقلمة على الناس وبالتالي هي الأكثر قدرة على التعامل والتأقلم مع التغيرات المناخية القادمة إذن أنا دلوقتي لو أنا عايزة أبص على تراكيب محصولية جديدة أبدأ أشوف أنا عندي إيه واستشيروا العلماء واعمل جروب وأصرف على فكرة أي محصول وسيادتك قلت كده أي محصول أنا بجيبه من بره بيزوره من بره البزور دي الناس قاعدت تشتغل عليها 15-20 سنة لحد ما وصلتها لكده اللي أنا باخدها منهم دي إذن أنا دلوقتي لازم أخلي فيه ناس بتشتغل في البحوث الزراعية يبدأوا يسيبوا أو جزء من المحاصيل التقليدية اللي إحنا شغالين عليها يبقى أنا عندي مجموعة جديدة بتشتغل على غزاء المصريين في الفترة القادمة غزاء المصريين في الفترة القادمة لازم يبقى عنده ملف واخد الكثير من الاهتمام عن ما هو موجود دلوقتي لأنه أقول لحضرتك في عجالة إن الأكونوميست مجال الجورنالوب أكونوميست نشر كتابين مهمين جدا لازم نخلي بنا منه كتاب اسمه The End of the Sheep Food عصر الانتهاء الغذاء الرخيص ما عادش حاجة اسمها الغذاء الرخيص وكتاب اسمه The Silent Tsunami وكلمة Silent Tsunami ده هي الجوع الجوع هو Silent Tsunami لما نيجي نشوف عدد ده والدول العربية اللي بدأت حديثا زي نص جنوب 55% من سكان جنوب السودان 10 مليون من شمال السودان منظمة الزراعة العربية الفهم وذكرت مدربة من محاربتها للفقر والجوع وأن هم حققوا إنجازات كبيرة جدا في هذا المجال إلى أن حصل زيادة في العام الأخير 10 مليون نسمة في نسبة الفقر والجوع بالرغم من الجهود المبزولة والمشاريع اللي تم تنفذها ولو ما كانتش هذه المشاريع موجودة كان هيبقى فيه كارسة اللي أنت بتتكلم على تغيرات ملاخية نزاعات صراعات في بعض الأماكن مياه 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 حرب المياه فإحنا بنتكلم في هذا التوقيت على تطبيق العلم نجحنا في المحاصيل الحقلية شطار جدا فيها وأنا بشكر علماءنا في هذا المجال البرنامج الوطني الإنتاج تقاوي الخضر ده ملف مهم جميل وما نقدرش نستغنى عنه لكن إحنا عاوزين كمان نهتم بأنواع كتيرة من المحاصيل كنت أنا بتكلم فيها على قد ما سمعت من علمائنا ونقشتهم وبقول يا جماعة دايماً بتكلم في الجملة دي إلى أن الدكتورة وفاق النهاردة جاوبتني يا جماعة إحنا عندنا بنتكلم على العلاج بالأعشاب وبنخش نقعد مع القبائل اللي موجودة في الصحراء فيقول لك ده بيعالج المرض الفلاني ده أصل مغزي جداً ويرفع المناعة فكنت بقول طب ما دي نباتات بتطلع في بيئة صحراوية صعبة جداً لا ماء ولا طربة قصبة طب ما تيجي نشتغل عليها النهاردة الدكتورة وفاق نتلقى ما وكلامك صح ده فيها حاجة اسمها البدائل الأقارب البرية للمحاصيل الأقارب البرية للمحاصيل ودي فيها شبكة عالمية ومحددين مئة وسبعين صايت على مستوى العالم يعني ده شغل كبير جداً شغال العالم شغال فيه جداً وفاق نورطيني لأستاذ الدكتورة وفاق عامر الأستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة وعضو الاتحاد العالمي لصون الطبيعة نورطيني يا فني شكراً لحضرتك شكراً تعودت مع حضراتكم لما نتكلم في ملف نصوره حضراتكم ونعرضه وأنا اتكلمت عن الاسبرولينا وعرضناها كتير وإن شاء الله في الفترة القادمة هيكون معايا مفاجآت جديدة أيضاً تكنولوجيا معالج المياه المغناطيس أقرر حضراتكم نجاح على لسان المزارع وهو بيتكلم عن زارعه وعن أرضه واستخدام تكنولوجيا معالج المياه المغناطيس لشركة ديلت ووتر قدرت تساعده في إيه مشكراً حضراتكم المياه المغناطيس الملوحة بدأت ترتفع جداً اللي حصد هو وصل الثمنمائة جوزئ في المليون أيوه والأرض هنا بنسبة طبيعة الأرض كالسية سنة فنسبة الملوحة فها عالية بطبيعتها مع تأثير الملوحة العالية في المياه بيعمل مشاكل كتير ده كان إمتى بقى الكلام ده بنقدي إيه الكلام ده كان تقريباً في عشرين تسعة كان لإمتى كذا حد من الجمال السشرين اللي معانا اللي بيتابع ومحصود الفراولة فطبعاً كل وجالك مش هايين فعزراء على الثمنمائة جوزئ على الثمنمائة جوزئ لازم تدوك جبير تانا أو كده فطبعاً ربنا سهد الحال إن فيه واحد جريبنا يعني من نزل الجهاز من فترة جريبة كده وعمل معاه شغل حال فأدينا ركم الدكتور محمد والحمد لله توصلت معاه ويجيه ركب الجهاز على طول بفضل الله يعني الحمد لله يعني الجهاز هناك لما استخدمناه عمل نتيجة في الزتون كان بتنشف الأطارف بتاعت الورق لأن الأملاح أول ما بتقصر بتوصر على البراء من الفوق مش بتوصر بتجيبها من البراء من الفوق ونت نازل تحت بتقصر عليه فلما استخدمناه يعني الحمد لله كان جايب نتيجة حلوة يعني أنت راضي عن نتائج الجهاز راضي عن نتائج الجهاز بس حسب أنواع الجهاز يعني ما فيه أجهزة اللي هي اللي بترعامل هنا بتصنع غير اللي بتجبها جاية من بره ومت الحاجة النضي نشلت الجهاز الثاني وحطيت الجهاز ده نحط على شطلة ورقة كله ناشر ورقة كله الورقة الجالب اللي كان يطلح كان بالشعوطين فأنا حطيت الجهاز الثاني فأنا فيشتوا جبان بعدها بتاع أخيرها خلاص أسبوع لأيو لأيو الورقة بتطلع معايا الشعوطة يبقى الجهاز ازاي وزاي التاني معدل بقى التسميل تغير الإضافات اللي انت بتضفها حاصل فيها جديدة دلوقتي أنا إتعامل مع الا39 لعلي ماء 200 مبنى بتتعامل مع الفراولة مثل الارض الذين يمتونى فديminded عادي الش найти الفرائط فنزل اللوريا أنا أ warriors يقولون لَّوريا دلوقتي أنا أجل 밝혔b كنت سأجل المحلولzent util�� situations لو رشيت الورش هشعو اطلعك الورش الحمد لله رب العالمين كان عندنا مشكلة واحدة مشكلة الاملاح ازاي ده في المياه ودي طبعا على مستاج جمرين طبعا عندي كانت مشكلة بالنسبة لنا جامدة جدا بياننا ثلاث سنين الشات اللي عندنا بتطلع لونها اصفر الكرام مش مزبوط الجدور مش مزبوطة او برضو ربنا قرمنا وتعرفنا على جهاز ديلتا وطر انك معرفنا عن طريق التلفزيون برضو والانترنت فربنا قرمنا وتواصلنا مع الشركة والشركة جات جان لدكتور محمد حجازي فعلا راكبنا الجهاز ام واحد تلاتين تمانية جاب للزراعة والحمد لله يعني فيه مجهود من الشركة كويس جدا واحنا شايفين وملاحظين بياننا في تغيير تام السنة دي عن السنين اللي فاتحة موسيقى موسيقى ملوحة البير بتاعنا ده 850 جزء في المليون ايوه 850 ديت ما يتصلحش لزراعة نبات الفراولة او الموز ايوه الفراولة بالزات لان فراولة حساسة محتاجة ملوحة اقل من 500 جزء في المليون اه لما جينا هنا حابت ان اشتغل اجيبت جهاز ملوحة دي التوتر بسم الله مشا الله الزراعة باين عليها لون جميل مفاش صفرار مفاش ضعف لان الملوحة بتعمل ضعف عام للنبات وبتأثر على جدر النبات بسم الله مشا الله النبات صحي ملوحته ملوحته بتنزل يعني الجهاز ده مفايدته ان بنزل الملوحة نسبة النص بالزابط يعني فبسم الله مشا الله الزراعة ممتازة على الملوحة على الجهاز ده الجهاز ده حسابة فعالية جميلة جدا جدا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة برعاية